اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقناة الصحة وجمال وأشكرك طبعا دكتور علي وأشكر الكرو المحترم نزلوا في سوق الأحوال الجوية ويا رب نقدم لهم حاجة تقدر تفيدهم في البداية عزارة في حضرتك ايه هي تطبيقات جراحة الواجهة والفكين في العادة طبعا تخصص جراحة الواجهة والفكين من تخصصات الدقيقة جدا صحيح والحرجة جدا يعني ماينفعش فيها اي اكتهاد لازم اخصاء جراحة الواجهة والفكين ده بيبقى ملمة جدا بكل الوصف التشريحي والوصف الكامل لجسم الانسان ده بسبب ان دراسته طبعا بيبقى جزء منها جزء من الطب البشري صحيح تمام معظم الناس بتبقى واخد فكرة ان جراحة الواجهة والفكين مرتبطة فقط لقدر الله الحوادث الطوارئ حبيب الصعب قوي اه الكسور الواجه والفك طبعا فيه برضو شقة تاني من جراحة الواجهة والفكين يمكن الناس مش عارفة عنه شوية حابب اوضح لهم فكرته ان موضوع جراحة الواجهة والفكين في العيادة برضو مهم جدا صحيح بيبدأ من اول خلع الدرس العادي تمام الخلع العادي الخلع العادي فيه حالات برضو بتبقى صعبة شوية بتحتاج ان احنا نتدخل فيها كخصائي جراحة الواجهة والفكين لو درس عادي جدا مرورا بالخلع الجراحي تمام دروس دمتيس وكده ودروس العقل دروس العقل المدفونة تمام لو سنان امباكتد او مدفونة بغض النظر عن درس العقل فيه برضو اسنان ممكن تبقى مدفونة صحيح تانية مرورا كمان ببعض الامراض اللي ممكن تحصل في في الفك الجراحة الصغيرة بالنسبة لأكياس الدهنية بالنسبة للخراج المزمنة او الخراج المزمن اللي بيحدث نتيجة تساوس الاسنان صحيح مرورا برضو بمفصل الفك ومشاكل مفصل الفك ومرورا اخرهم طبعا واحداثهم تطورا والكلام عنه كتير هو زراعة الاسنان تمام طيب لو انا هتكلم عن زراعة الاسنان قبل ما ادخل في تفاصيل صعبة تفاصيل سينتيفك اكتر عايزة من حضرتك هل في سن معين قدر اقول ان هبدأ الزراعة من هنا وانت هنا ولا اي شخص سأطفل او حد جبير في السن ممكن يزرع اسنان هو طبعا زراعة الاسنان لها سن معين كبداية كبداية انما نهاية زراعة الاسنان لا طبعا هي ماشاء الله طول عمر المريض صحيح الا لو ما فيش اي حاجة صحيا في المريض تمنع زراعة الاسنان طبعا في حاجات ينفع نعمل معاها زراعة اسنان لو المريض عنده حاجة مثلا زي السكر صحيح الضغط بتثبيت الحاجات دي لو السكر بيقوله عندنا احنا مثلا لو السكر كونترول صحيح او المريض مثلا متحكم في السكر بتاعه ومحافظ عليه ومنظمه بنعمل مريض السكر ده انه مريض عادي جدا وينفع تعمله زراعة اسنان عادي جدا صحيح والموضوع بيمشي تمام ضغط برضو لو المريض مزبط ضغطه والعلاج بتاعه امراض القلب الكلام ده كله صحيح في امراض تانية بيبقى صعبة فيها برضو ان احنا نحط زراعة اسنان اه زي هشاشة العظام الاورام لقدر الله السرطانات الكلام ده كله يعني لو حد بيعاني من هشاشة العظام حضرك بتلاقي صعوبة شوية انك صعوبة شوية طبعا بس حاليا في التطور الحديث بدأنا ان احنا نلعب على النقطة دي ان احنا نضيف بعض المكونات او بعض البروسيدرز او الاجراءات بنعملها في هشاشة العظام بتحسن من التقام العظم مع الزراعة طيب السؤال المضحك شوية بيقول علينا جزارين انا بكل بيكون معايا دكتور اسنان هنا بيقول علينا جزارين على دول بنسمع الجملة دي لانا من دلوقتي وانا بدر سلسة اسنان بيقول علينا جزارين قبل ما اتخرج عايز اعرف من حضرتك ايه سبب التكلفة الباهزة والعالية لزراعة الاسنان هو طبعا دكتور علي انا حابب بس في السؤال ده هو سؤال يعني صعب شوية حابب طبعا اوضح حاجة ودي انا بوضحها لكل المرضى اللي بزروني في العيادة اجراءات الاسنان او الحاجات اللي بنعملها في العيادة غير مكلفة خالص بس الاهمال بتاع المريض هو اللي بيكلف يعني المريض لو ملتزم بانه هو بيعمل عندنا في العيادة كل ست شهور تشيك اوب او كل تلت شهور تشيك اوب بمجرد بس بنبص بس نشوف في حاجة بسيطة نلحقها الكرس يبدأيتها لسه تنظيف للجير تنظيف للأسنان اعتناء بالاسنان عموما بنلحقها في الاول كون ان المريض يهمل فده بيسوى الحالة اكتر وبيزود التكلفة التكلفة في زراعة الاسنان الناس بتقول ان هي غالية بس ده بسبب ان احنا بنستخدم حاجات وماتيريالز غالية جدا في زراعة الاسنان لان هي حاجة لازم يكون الجسم متقبلها فالغرسة او زرعة الاسنان دي بتكون من عبارة عن زي مصمار كده بالمصطلح بتاعنا مصمار ده بيتركب في العظم لازم المصمار ده يكون كومباتابول مع العظم او متناسق مع العظم بالزبط بحيث ان الجسم ما يرفضهوش فلازم بيتعمل على السيرفوس بتاعه او السطح بتاعه تعدلات بحيث ان الجسم يتقبلها ويبدأ العظم يتكون عليها مرة تاني فعشان نوصل للحالة دي لازم طبعا تكلفة بتبقى مكلفة شوية تمام كل اللي احنا بنوفره عندنا ان احنا بنعمل تسهيلات في موضوع المادي ده بالنسبة عندنا يعني وبعد كده بنركب عليه الجزء الخارجي بعد ما بيحدث التأم مع العظم بنركب الجزء الخارجي وهو الكراون او التربوش اللي بيركب بيبقى ظاهر في بق المريض تمام طيب عملات الزراعة من اول انا بيشنت دخلت حراك العيادة دخلت عيادات ايدنتيست لدكتور خالد زيدان تمام سواء اللي في السحل الشمالي او في الزقزي ما شاء الله رب ناخلي اخذ وقت قد ايه واخرج من عند دكتور خالد سنة جهزة ومتركبة واقدر اكل عليها هو طبعا بعد الكشف اول بيجي لنا مريض زراعة الاسنان تحديدا يعني بنعمله اشعة سنة الابعاد اول حاجة تاني حاجة بنعمل اشعة لازم سلسية الابعاد عشان نعرف العظم ده كسافته قد ايه ارتفاعه قد ايه وعرضه قد ايه كسافة كسافة ارتفاع عرض اه لان احنا عندنا الزرعات دي مش هاب هزر يعني مش عشوائي احنا عندنا الموضوع العظم عندنا قد كده فبنحسبه من الاشعة سلسية الابعاد وبنبدأ نركب الزرع بتاعتنا المتمشية مع المقاسات اللي اخدناها من الاشعات صحي تمام عملية زراعة الاسنان دي بتتم بعد تكوين كل المعلومات او توفير المعلومات اللي حصدنا عليها من الاشعات دي ما بتاخدش اكتر من عشر داي ربع ساعة بالكتير صحي وكمان موضوع الاشع السلسية الابعاد ده وفر علينا ان الموضوع ملء الى انه ما بقاش جراحي اكتر ساعات بنعمل الفلابلس سرجري ان احنا ما بنفتحش ما بنستخدمش مشرط فبالتالي بنقل نسبة الالم جد تماما هو كده كده اصلا يعني حاليا زراعة الاسنان موضوع مش مقلم قوي زي الزمان بنقل نسبة الان بنقل الهيلنج وبنسرع الالتقام بتاع العضل بنقل طبعا ما فيش نزيف خالص لان احنا ما استخدمناش اي مشرط او خياطة او الكلام ده كله فبالتالي اصبح الموضوع اسهل واسرع ومفيد جدا للمريض يعني في الحالات دي طيب لو حالي من السادة المشاهدين اللي اسمعونا حالين وبيتابعونا هم طبعا اول ما بيدخل العادة عندنا يقولوا احنا بنكره دكتور الاسنان اه لا فوشنا فوشنا كده انا بكرهكم طيب لو حد خايف يعمل زراعة الاسنان هل هي مقلمة ولا بس بجد هو الموضوع مش مقلم خالص ده هو اسهل من الخلع العادي يعني موضوع زراعة الاسنان اسهل من الخلع العادي لو اتعمل على ايد اخصائي صحيح زراعة الاسنان واخصائي جراحت فم واجهه فكين وده التخصص بتاعنا تمام وكل المعلومات عن الحالة متوفرة قبل ما نشتغل الحالة طبعا بيبقى الموضوع بسيط وسو سيمبل يعني الموضوع مش مش سعب خالص انا هاخد من جزء حضرتك واقولك التخصص بيفرف ايه طبعا التخصص مهم جدا في كل الحالات يعني زي ما بيقول عندنا مرتكس صلب او سينتيفك اكتور طبعا وبيقدي ان انت المريض بيبقى فيه ثقة طبعا بينك وبين المريض بيزود الثقة المريض عارف ان هو جاي زي ما بنقول عندنا كده مدي العيش لخبازه مدي العيش لخبازه فالتخص مهم جدا زي ما فيه تخصات كتير في الاسنان ما تستحملش اجتهاد يعني هو الموضوع طبعا طبعا الاسنان ممكن يشتغلوا في الاول اي حاجة طبعا حراك عارف انت الدكتور وعارف صحيح بس فيه تخصصات حرجة ما ينفعش ده يعني علاقة ما بين المريض والدكتور اه اعريز اعرف من حضرتك لو انا في الزهن انا خايف من حضرتك زي ما قلت حضرتك او انا ما عندش فلوس كافية ان انا عمل زيادة اسنان وسبت اسنان فترة خلعت درس خلعت سنة وماهتمتش وسبتها فترة وقلت ما انا باكل عادي ومنظري عادي ولسه لو حتى لقساتك سبتها للشخص بيكون عادي في البداية لسه ما تقسرش طمعا ايه الاضرار النتجة لو احنا سيبنا فراغ ما كان يستنى فترة طويلة طبعا زي ما قلت حالك في الاول ان كل تأخير او الاهمال بتاع المريض بيكلف اكتر وبيتعب اكتر في كل الستيبس او بيزود عدد الزيارات لطبيب الاسنان طبعا يعني المريض بيبقى طبعا او مش كارح بيبقى يعني ايه متخاف جدا من زيارات الكتير لعيادة الاسنان مدينوا معنوان مدينوا معنوان بس هو الفكرة في حاجة ان انت كل ما بتتأخر اكتر بيحصل كذا حاجة اول حاجة بتحصل بعد الخلع مباشرة خلع الاسنان بيبدأ يحصل تآكل او بون ريزوربشن مطرح او مكان الخلع بتاع الدرس صحيح تمام يبدأ العظم ده يتآكل تمام طيب العظم ده أنا محتاجه في الزراعة حضرات كل ما تتأخر كل ما يبدأ العظم يقل معاك كزي ما قولنا كسافة وعرض وارتفاع وارتفاع فكل ده بيقل نبدأ احنا تواجهنا مشاكل في زراعة الاسنان بدل ما هو الموضوع سهل لا اصبح انه بنحتاج زيادة اجراء في الموضوع ده ان احنا مثلا ممكن نزود طعم عظمي او نحط عظم صناعي بجوار الزرعة بتاعتنا عشان تزود الالتقام بتاعنا وتعوض تأكل في العظم اللي حصل تاني حاجة ممكن تحصل ان ربنا خلق الاسنان كلها متربطة مع بعض يعني في علاقة بينهم سابورت بيسندوا بعض تمام اول ما الدرس بيتخلع من النص بتبدأ الاسنان المحيطة بمكان الخلع بانها تميل مكان الدرس المخلوعة لان الاسنان دائما في حركة مستمرة درافت كان بيحصل حاجة اسمها ميزيال درافت او ديستال درافت على حسب السنة المخلوعة وما كانها فيه فيه برضو ده كده في السنان المجاورة طب السنان المقابلة طبعا كل سنة في حركة مستمرة فبيحصل حاجة اسمها او او اولونجيشن في السنة نفسه ان السنة تبدأ تسيب مكانها ما قدامها مكان فاضي فبتبدأ تنزل من مكانها تخش تشغل المكان فاضي لان مفيش ستوبر مفيش ستوبر او سابورت يسند السنة دي وقفها مكان طبعا في الحالة دي زراعة الأسنان هي الحل الأمثل في المكان ده وكل تأخير فيه بتبتدي الحالة بتسوق أكتر وبتبقى طبعا مرهقة للعيان ومرهقة للدكتور ومكلفة طبعا زي ما دكتور خالد بيقول احنا لو سيبنا سننا أكتر من كده احنا لو أهملنا في أسناننا التكلفة المادية هتزيد والتكلفة المعنوية والتعب والقلم هيزيد توصلوا مع دكتور خالد زيدان أرقام بتاعت عادات دكتور خالد هتوصل على الشاشة وأنا أوعدكم أنه لو فيه أي مشكلة هتوصلوا مع أدارة البرنامج واحنا هنتوصل مع دكتور خالد طيب دكتور عايزين ننتقل لمحورتين TMJ أو Timberman Debring Joint أو مفصل الفك طبعا إيه علاقته بالأسنان مفصل الفك هو ليه علاقة يعني هو موضوع شائك وموضوع قليل جدا ما بنتكلم عنه سواء في البرامج أو في العيادات مع أن الحالات بتاعته كتير جدا وأسباب المشاكل فيه كتير جدا مفصل الفك هو عبارة عن التقاء فكين الفك العلو والفك السفلي طبعا معروف أن الفك العلو هو الفك السابت والفك السفلي هو الفك المتحرك فمعظم المشاكل بتظهر في الفك السفلي ليه أعراض كتيرة طبعا بتظهر من أول ما العيان بيدخلي يجي يقول لي يا دكتور أنا حاسس بواجع جامد جدا في عضلات وشي حاسس ما بقدرش هفتح بقي ممكن نجي لي مريد يقول لي أنا بقي معلق بيفتح ما بيقفلش ممكن نجي لي مريد يقول لي يا دكتور أنا مصدع على طول عندي صداع مزمن يعني للدرجة دي ممكن يكون صداع الشخص معين بيعاني منه ومش عارف نتيجة ليه وبياخد أدوية صداع هو فيه مشكلة في التيم جيه طبعا ده فيه مرضى بيروحوا أخصائي مخوا أعصاب ويروحوا وطبعا ممكن يعمل ألم في الأزن يروح أخصائي ألم في الأزن وطبعا ما بقاش عندهم مشاكل في المواضي دي وفي الآخر بيطلع المشكلة من مفصل الفك نفسه تمام هو مشاكل مفصل الفك بتبدأ تظهر بسبب اختلاف العلاقة ما بين الفكين الفك العلو والفك السفلي صحيح مشاكل كتير ممكن بتسبب لهذا الموضوع إن أول حاجة علاقة الأسنان بعضها ببعض الفك العلو بيفك السفلي طيب بتبدأ من إيه المشكلة دي المريض يبقى عنده مثلا درس مساوس صحيح المريض سابه بدأ يأكل عليه بقى يجعه ما بقاش يأكل عليه بقى يأكل على الجنب التاني أصبح عنده فانكشنال سايد أو جنب يأكل عليه ونعم فانكشنال سايد ما بيأكلش عليه خالص صحيح خالص إحنا طبعا مفروض وإحنا لو سناننا ما تبقى سناننا سليمة نشغل الجنبين مع بعض يعني الجنبين أنا دايما بنصح أن أنت تتاكل على مينو على الشمال وتجرب لو في جنب واجعك تبدأ تروح لدكتور الأسنان وتعرض عليه تقول له والله أنا الجنب ده بيوجعني مع الأكل مش مثلا أشتغل على جنب وأسيب الجنب التاني وهنا شغال تمام فالجنب التاني من كتر الأوفريوز بتاعه زي بيحصل أو انحراف للفك بيبدأ خلاص يأكل على الجنب ده ومش متعود أن يأكل على الجنب التاني فبالتالي أصبحت أو يصبح أن العلاقة ما بين الفك العلو والفك السفل يتغيرت تماما صحيح كل ده بيترجم داخل مفصل الفك صحيح يبدأ يحصل مشاكل وأولها انزلاق انزلاق الغضروف في المفصل الفك أه مالش أه أتوقف دكتور خياد بيقول إحنا ممكن يكون في قلم في صيد أو في جنب من أسناننا نبدأ نأكل على الجنب التاني ونقول ما غيرش فلوس دلوقتي مشان نروح لدكتور الأسنان عشان حولة البنج وعلشان 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 وممكن أصلا الموضوع يكون مش هتطور ليوصل لحولة البنج ممكن تكون شوية تعليمات بسيطة أو شوية أدوية احنا ممكن نرجع كل حاجة ما كانها مرة تانية ولكن حضرتك كل المطلوب منك أنك تبدأ تزور طبيب الأسنان كل المطلوب منك أنك تبدأ تحب دكتور الأسنان حضرتك لو وكلت على جنب وصفت الجنب التاني يصبح الجنب اللي تقل عليه عليه استخدام أكتر حضرتك معاك موبايلين بتستخدم موبايل دايما وموبايل تاني سايبه فأكيد الموبايل اللي بتستخدمه أكتر هيتكون هيبوز بسرعة أو هيتلف بسرعة في حضرتك هنطرد تروح الدكتور خالد وهيدروح لقوة البنجوورد طبع ألم في الودن ألم في الرقبة عضلات الوش كلها شدة دكتور أنا بقدر شاف تحبقي مش عارف هاكل مش عارف أمارس حياتي الطبعية عموما داخل في كل حاجة يعني هو الحالة النفسية طبعا بتسوق تماما بسبب قلة الأكل الكلام ده كله في مشاكل تانية برضو بتسبب أو أسباب تانية بتعمل مشاكل في مفصل فك هي الجزة على الأسنان ده رقم واحد في مشاكل مفصل فك هي بتبقى أول حاجة بتبدأ بسترس نفسي حالة نفسية المريض كلنا طبعا بنقابل ضغطات الحياة فبيبدأ الاسترس النفسي أسرع على نفسيتك تبدأ تجز على أسنانك تمام ودي أكتر حاجة بالجنة العيادات قل لك يا دكتور أنا بجز على أسناني المريض ما بياخدش باله منها غير لما بتبدأ عضلات الوش نفسها تشد تشد عليه تمام فبعد كده يجي يقول لك يا دكتور أنا معدتش قادر يبتدي المنطقة دي وهو صاحي تتنقل معه وهو ناين فيبدأ يسحى من النوم مش قادر يفتح بقه صداع مزمن الكلام ده كله صحيح تمام نبدأ احنا نلعب على الموضوع ده نكشف على الحالة ونكشف على المفصل نطلب الأشعات المطلوبة فغالبا بتبقى أشعة الرنين هي الأشعة المختصة الرنين المغناطيسي هي الأشعة المختصة بمفصل فك واللي بتبين لنا الغضروف وعلاقة الفك العلوي بالفك السفلي ولو في أي التهابات أو الكلام ده ونبدأ نعالج في الحالة علاج جز الأسنان أول حاجة طبعا بنصح المريض بأنه هو يزور الطبيب النفسي قبل طبيب الأسنان ولا بالتوازي بالتبادل مع بعضينا يعني جلسة عنده جلسة عنده ناسبنيش آه لازم طبيب النفسي يحاول يحل المشاكل يحاول ألسترس اللي في حياته شوية يخرج من المود يسافر يغير الموضوع لو الموضوع جديد وما بقاش هابت أو ما بقاش عادة عنده لأن المريض غالبا ما بياخدش باله إنها بقت عادة غير بعد حدوث المشكلة بالضبط فلازم إحنا نعمل حاجة اسمها هابت بريكينج أو إن إحنا نكسر له العادة دي طبعا بالتوازي مع الطبيب النفسي تمام الأسنان فقط حادثنا انتهى ولكن آخر سؤال عايز أقول لحضرتك إيه اللي بميز عيادات طبعا أكبر مشاكل المرضى هي الألم من الأسنان طبعا احنا بنوعدهم إن ما احنا ما عندناش أي ألم في عادة الأسنان خالص دي أول حاجة تاني حاجة الجودة والكفاءة في الشغل وده ناجم عن إن احنا معانا تيم كامل من جامعة خصوط بالأسنان من تقويم من تركيبات سابتة من تركيبات متحركة من جراحة من أطفال كل التخصصات دي معانا في المراكز بتاعتنا طبعا تسهيلات في التكلفة في السلاد وفي الكلام ده كله تعييم طبعا ده أهم حاجة رقم واحد وربنا يبعد عننا كل شر يا رب إن شاء الله إن شاء الله شرفتنا وبجد كنت سعيدنا موجود مع حضرتك أنا أسعد بجد شكرا جدا لدكتور خليل زيدان أخصائي طبق وجراحة وتجميل الأسنان صاحب عيدات لتجميل وزراعة الأسنان نخرج فاصل ونستقبل لدكتور جيان حسين استشار لعقات الأسرية والنفسية انتظرونا